تحت قبة البرلمان دعت عدد من البرلمانيات الأحزاب السياسية في العراق دعوهم إلى تبني لغة الحوار في حل المشاكل والحفاظ على الدم العراقي والابتعاد عن التصعيد والتأكيد على الأخوة والتعايش السلمي تتبنى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية العراقية مبادرة البرلمانيات العراقيات في البرلمان العراقي والذي ينص على تبني لغة الحوار في حل المشاكل السياسية دون التصعيد واحترام الدم العراقي والتأكيد على الأخوة والتعايش السلمي وعدم الذهاب إلى التصعيد الذي ممكن أن يؤدي إلى الخراب وهذا ما لا نتمناه الأخوة في العراق يجمعهم الدم والدين وقد حرمت المراجع الدينية في النجف الأشرف هدر الدم العراقي وبالتالي ندعو كافة السياسيين إلى ضبط النفس واحترام مبادئ حقوق الإنسان واللجوء إلى الحوار القانوني والدستوري في حل كافة المشاكل وعدم اللجوء إلى التصعيد لأن الخاسر الأول والأخير هو المواطنين العراقيين الذين تعايشوا على طوال سنين طويلة وتآخوا لذلك نحن كبرلمانيات عراقيات نؤكد على التعايش السلمي وعلى اعتبار أو اعتماد لغة الحوار والنقاش القانوني والدستوري